ترى غادة بقى حضرك تقول لنا بقى هنعمل ايه مع المريض ده حسب الاعراض اللي حصل للمريض في جميع الاحوال لو المريض حصل له اعراض من الدواء يفضل ان هو يروح للدكتور يعني في قرب وقت او لو الاعراض شديدة يروح اي طوارق بتاعت اي مستشف لان ممكن الاعراض تزيد وتخرج عن السيطرة لما يروح للطوارق لو الاعراض يعني مش جمدة قوي هياخد غالبا كورتيزون وتبقى الاعراض في الاول لأعراض جلدية اكتر زي الصورة دي للكتورة كده زي الصورة دي دي محتاجة حين الكورتيزون اكيد ومعاها حينها مضادة للحساسية اما لو الاعراض دخلت ان هي ممكن تقفل زور المريض تقلل التنفس تأثر على التنفس وممكن اعراض برضو تبقى جلدية قوي عنيفة كده دي برضو حيبا كويس فيها الكورتيزون ومضادة للحساسية اما لو اعراض تطورت ان هي التنفس بقى صعب فيه دوخة فيه هبوط في الضغط فيه ضربات زيادة في القلب يعني نفس التورمات اللي بالشكل ده ممكن تكون خارجية وممكن تكون داخلية بقى المريض او اللي حوالي مش شايفها بس نفس التورمات دي تكون لجوه لو داخلية هتعمل اعراض اقوى زي الهبوط في الضغط وزيادة في ضربات القلب وممكن الاغماء اللي اتكلم عنها الدكتور دي سوي ان المريض ياخد الحقنة ويقع في الحالة دي احنا محتاجين ادرانين فورا وطبعا ده بيكون في المستشفى وتحت اشراف الدكتورة في التوارق وبيده بجرعات ممكن تتكرر لحد ما المريض يتحسن وطبعا بيده برده معايا كورتزون ومضادل الحساسية طب لو المريض ده ممشيش على الجرعات اللي حضرتك قلتي عليها لحد ما يتحسن هنعمل معا ايه او ممكن يحصل له ايه هو مش هيخرج من المستشفى مش هيخرج لو هو سليم تماما هو سليم بتصلح لانه نوبة حدى نوبة فورية حدى بيدية دي اخطر حاجة فلازم ما يخرجش ولا الطبيب يسمحه بالخروج ولا حتى لو طلب لما يتطمن عليه ولو حسب ولو حسب الخلوج حسب الطلب مفيش حاجة يسمعه الكلام ده انقاذ الحياة مفيهاش حاجة حسب الطلب المريض ده لدي مستنى لعندي ما يتم الاطمئنان عليه جاء تماما من الناحية المهنية السليمة لان طبعا هي حالة ممكن تؤدي الى مضاعفات خطيرة من اقدرش لتحمل هذه المسؤولية بالضبط بيسموها صدمة حساسية الكلر الحساسية القاتلة واحنا مش عادي كده عادينا ننقذ عينا ونوقف جنب منه ونطلعه سليم ونديله خطة يمشي عليها واحنا ببقى نسؤولين معاها عن هذه الخطة بالضبط طب دكتورة ايه بقى احدث الطرق في علاج حساسية الدواء على مستوى العائلة طيب مبدئيا قبل ما يدخل احدث الطرق المريض ده بعد ما بيطلع من المستشفى المفروض يعملي مفروض يتجنب الدواء اللي عمله الحساسية دي هو او اي دواء متشابه معاه في التركيبة او في نفس العائلة ده مبدئيا طيب لما يتجنبه هو ممكن يكونش محتاج ياخد الدواء ده بانتظام مثلا كان مسكن او ضد حيوي فبالتالي يقدر لو يحتاج المسكن او ضد الحيوي مرة تانية يشوف له بديل مناسب طيب ايه الحل التاني انه لو المريض ملقاش بديل للدواء بتاعه او كانت كل البدايل بتسبب حساسية برضو او هو كان عنده مرض مزمن زي ضغط او سكر محتاج ينتظم على الدواء على طول ما ينفعش يوقفه جاي شاف كل البدايل التانية اللي قاها بتعمله حساسية او ما بتديروش الاستجابة المطلوبة في الحالة دي احنا نقدر نعمل العلاج اللي هو احدث علاج في العالم لحساسية الدواء ونعالجه من حساسية الدواء طالما ملوش بديل تاني يمشي عليه زي الانسورين زي الانسورين يعني استنفس كل البدايل كلها عاملة حساسية وبرضو برضا الاورام في علاج الكيميوي يئما الانواع التانية من الكيميوي مش عامل اي نتيجة فمحتاج ياخد النوع اللي عمله الحساسية فبالتالي محتاج يتعالج من النوع ده ففي الحالة دي احنا بنعمل حاجة اسمها drug decensization وهي العلاج من نوع الدواء اللي سبب الحساسية الشديدة جدا بحيث المريد يقدر ياخده بعد كده بأمان وينتظم عليه يعني فيه علاج لانواع معينة زي الانسورين اي نوع دواء في الدنيا ممكن يتعالج بالطريقة دي حساسيته ممكن نعلك حساسيته ممكن تتعالج ونقدر بقى بعدها خصوصا ما يكون حاجة بتعالج مرض مزمن نقدر نكمل في الدواء ده نقدر نكمل طالما المريد هينتظم في الجرعات يوميا نقدر نكمل فيه اما لو المريد مضطر ياخد الدواء ده مثلا مرة في الشهر زي العلاج الكيميوي فبالتالي هياخد جرعة وهيقطعها اسبوعين ثلاثة ويرجع يحتاجي قرارها كل شهر يبقى هيجي كل شهر في معادة الجرعة يجي المستشفى ويتعمل له او طريقة العلاج دي تاني من أوله جديد ويفضل يوميا ياخد الدواء بأمان لحد ما يوقفه اول ما يوقفه حساسيته ترجعه حدثنا النهاردة اللي عنده حساسية الانسولين هياخد هيبقى مضطر ان هو ياخد دواء لحساسية الانسولين باستمرار طول ما هو بمعتمد على الانسولين لا هو احنا طالما عالجنا هو مش هيبقى عنده حساسية اه مش محتاجي ياخد دواء حساسية بس محتاجي ينتظم في الانسولين نفسه على طول بنعالج حساسية الانسولين بالانسولين نفسه بالانسولين نفسه بالانسولين نفسه وطالما المريض هيفضل ياخد الإنسولين يوميا يوميا مش هترجع له الحساسات أول منوريد يوقف الإنسولين لأي سبب ينقطع عنه يومين ثلاثة أسبوع الحساسات هترجع تاني وعشان نشيلها لازم نعالجه تاني وينتظم عليه تاني والحاجات دي يعني الأدوية الجديدة دي اللي بتعالج حساسات الإنسولين وغيرها ما كانتش موجودة قبل كده هي مش أدوية هي طريقة علاجة نفس المادة نفس الإنسولين أنت خليته يتقق الجسم يتأقلم عليه ويقبله بإدخاله بطريقة معينة اللي الدكتورة جادت تبعتها وهي مطبقة يعني في زمن قريب ويتدي أنت أداوني بالتي كانت هي الده وتسخدمت نفس المادة اللي أنت محتاجها لعذرك يعني العيان ده لازم ياخد الإنسولين هو محتاج الإنسولين فلازم نعالج نكسر الحساسات ضد الإنسولين ونخليه ياخد الإنسولين يوميا بدون أي مشاكل ده الترجط والهدف بتاعنا مش أن أنا جدي له أدوية تعالج الحساسات الإنسولين أنا بستخدمه الإنسولين لنعمل الحساسية بأسلوب ببروتوكولات معينة بتتبع لحيث أن هي يبقى آمن بالنسبة له ويقبله ويبقاش فيه رد فعل ضده يعني يتاخد بطريقة معينة الإنسولين هنا في هذه الحالة بيتاخد بطريقة معينة مدروسة بحيث أن هي تعالج موضوع الحساسية لكن طبعا في الحاجات الطارقة في الطوارئ بنعالجه زي ما قال الدكتور بالطوارئ بنعالجه بالأدرينيين والكوليون والحاجات التانية لكن علشان الاستمرارية ده لها استراتيجية بلها بروتوكول بروتوكول تاني خالص بره بطبع بره في أمريكا وفي أوروبا بقاله أكثر من 15 سنة بس هو ما كانش موجود عندنا في مصر مع أنه هو بسيط جدا ما بيعتمدش على دواء معين يعتمد أنه نشوف أنهي أنسب دواء للمريد مش أنهي دواء اللي ينفع أنسب دواء لحالة المريد واللي المريد محتاجه عشان ياخد أعلى استجابة وأعلى علاج هو ده اللي بنختاره عشان نعالج المريد من الحساسية بتاعته ومهما كانت حساسيته شدتها إيه بنقدر نغير طريقة العلاج ونغير الجرعات اللي بنديها بحيث أن هي تتناسب مع المريد ويقدر يتعالج من نفس الدواء من غير أي مشاكل يعني هي بتعمله تجهيز بالبروتوكولات اللي بتطبقها هاريا بنفس الدواء ده وبتخفيفات معينة ومتدرجة بحيث أنه يوصل لدرجة أنه أنا كواس أو ياهو أنا سكري انضبط أهو ومستقر وما عادش فيه رد فئل عندي بقى ولا ععراض حساسية فإلا هي هيستمر على الدواء بتاعه لأنه نشنين ده يوميا هو بتاعه هو علاجه حياته وفي تبال حضرتك فمشان قطع عنه هي قالت حتة مهمة قوي بحكاية الانقطاع دي التأسير العلاج الحساسية بالتكسير ده للدوائية بيضيع بعد يومين ثلاثة أسبوع ولازم من جديد لو أنت مضطر أنك تقضي نفس الدواء تاني أنك تعيد القرى من جديد تاني